وخصصت الحكومة البرازيلية مساعدات طارئة بقيمة 12 مليار دولار لتلبية احتياجات ضحايا الفيضانات التي ضربت ولاية ريو جراندي دوسول جنوب شرق البلاد ويمثل هذا الرقم إجبالية المساعدات التي قررتها الحكومة الفيدرالية لصالح هذه الولاية التي تعرضت منذ نهاية أبريل الماضي لأمطار غزيرة خلفت 169 قتيلاً و44 مفقوداً و626 ألف شخص بلا مأوى وأكد الرئيس البرازيلي لويس إناسشول لدى سيلفا أن هذه الموارد الفيدرالية ستغطي الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين من سوء الأحوال الجوية وتعتبر فيضانات ريو جراندي دوسول كبركارثة بيئية في هذه المنطقة الواقعة جنوب البرازيل ترجمة نانسي قنقر